اشتركوا في القناة القائل في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن التكافل المجتمعي قيمة إنسانية نبيلة بها يعم التآلف والتراحم بين الناس وفي ظلها يتحقق استقرار الأوطان وتماسقها والمجتمعات الراقية مترابطة متعاونة يشد بعضها بعضا كما عبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ولله ضر القائل كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرى وإذا افترقنا تكسرت أفرادا وقد حثن الشرع الحنيف على التكافل المجتمعي من خلال الدعوة إلى المسابقة في الخيرات بقضاء حوائج الناس السعي إلى تفريج كرباتهم في إخاء صادق وعطاء كريم وتعاون على ما ينفع الناس حيث يقول الحق سبحانه فاستبقوا الخيرات ويقول سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول جل وعلا لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقد دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى التكافل المجتمعي وحثنا عليه حيث يقول عليه الصلاة والسلام من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له قال الراوي فذكر صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل وأضرب لنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التكافل المجتمعي بالأشعريين حيث يقول صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا أي نفد زادهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم فقد استحق هؤلاء الكرام ثناء نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبته حين استحضروا روح التعاون والأخوة الممزوجة بفضيلة المحبة والإيثار ولا شك أن قضاء حوائج الناس فضيلة دينية ووطنية حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم ويقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين مما لا شك فيه أن التكافل المجتمعي واجب الوقت حيث يستقبل الناس في هذه الأيام شهر رمضان ضيفا كريما يأتي بالخير واليمن والبركات والنفحات ويشمر الجميع فيه عن ساعد الجد في الطاعة والاجتهاد في العبادة ومن أوجب ما يستقبل به هذا الشهر الفضيل التكافل المجتمعي بإطعام الجائع وكساء العاري وإعانة المحتاج حتى يطمئن الناس وتتفرغ قلوبهم لاستقبال نفحات وبركات الشهر الكريم وقد وعد الله تبارك وتعالى أهل الفضل والخير والإنفاق الجزاء الجزيل والأجور المضاعفة حيث يقول الحق سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين